تحت شعار الحقيبة المتحفية والتحديات بناء جيل يحافظ على هويته الوطنية نظم قسم الأثار في كلية الأداب والتربية جامعة صبراتا ورشة حول الآثار برعاية الجهات الداعمة لبرنامج الحقيبة المتحفية الورشة تأتي ضمن المشروع الوطني للحقيبة المتحفية بدعم من المدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية التي سهمت في منح الحقيبة المتحفية نحن اليوم في ورشة عمل المدعومة من المقامة من منظمة أيسور المدارس الشرقية المدارس الأمريكية الشرقية المحافظة عن المورس الثقافي كذلك كما كليت الأثار بسبراتا طبعا محتويات هذه الورشة تمثلت في عروض عرض خاص كان العرض الأول هو خاص بمقتنيات الحقيبة المتحفية البرنامج التدريبي يستمر ثلاثة أيام متتالية في مقر مكتب مراقبة الآثار سبراتا وتتضمن محورين الأول علمي وثاني نظري كما تهدف إلى تعريف الطلاب بالموروث الثقافي في المدينة الآثارية سبراتا والمساهمة في الأنشطة الداعمة لاستدامة الموروث وبقائه ورشتنا اليوم يتمحور حول محورين محور نظري ومحور تطبيقي سيتم من خلال تقديم مجموعة من الأوراق العلمية ومن ثم النصف الثاني من اليوم طبعا تبدأ من الساعة الثامنة الورش إلى حدة الخامسة مساء الجانب الثاني هو جانب تطبيقي سيتم في تعليم الطلبة العديد من المعلومات السرشدية في مجال الأثاري مواضيع الورقات البحثية التي تم تقديمها تمحورت حول أصول التنقيب عن الآثار والحفريات العلمية التدريبية لطالبة علوم الآثار والحفاظ على الحرم الأثري في المدينة وكذلك إزالة الأعشاب الضارة وترميم قطع أثرية رومانية إلى جانب تقديم عدد من المحاضرات عن الحقيبة المتحفية ودورها في نشر الوعي حول المحافظة على الموروث الأثاري ترجمة نانسي قنقر